في وطن تولد فيه لا وقت لك منذ أول يوم في حياتك إلا أن تكون جندياً مخلصاً للعراق تنتظر القتال والحروب والموت في سبيل البلاد وهذا ديدن شعب عاش الويلات والحروب يدافع عن أرضه ويريد وطن وأن تكون عراقياً فلا غرابة أن يكون جدك شهيداً وأبوك شهيداً وأنت تسير على قافلة الشهداء شهيد وابن شهيد وابن شهيد وهذه طفولتك اليوم تصح فيها على ملامح أبيك شهيداً روى بدمائه تراب الأرض لأجل أن ترفع راية العراق وقال حي على الكفاح لكنهما يكتبان برسالة البراءة والشجاعة كلمات سادقة وواضحة المعنى وفصيحة اللسان أبناء الشهيد سعود حرب السعود لعبيدي يطلبون رئيس الحكومة كما يطلبون رئيس البرلمان والقادة والمسؤولين يطلبون بكل احترام كما هم أبناء شهيد علامهم كيف يكون العراقي بطلاً منذ طفولته نحن أولاد الشهيد ليس لدينا راتب من استشهاد والدي من أربعة أربعة 2016 ولهذا اليوم لا يوجد لدينا لا راتب ولا بيك ولا قطعة أرض طلب واضح المعنى قاهر الظروف يعلن الطفلان على الملا أن حقوقهم وحقوق أبهم لم ينعموا بها فمن لهم ومن يعينهم علهم يكبرون ذات يوم ليكملوا رسالة البطولة ذات يوم كان سعود لعبيدي هنا مقاتلاً لا يعرف الضعف وقد ودع الحياة مطمئناً أن له في العراق أطفال سيقبرون بخيره وخير من فيه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فهل ينال أطفاله حقهم ليهدأ قلب شهيد كانت آخر كلماته عزم على النصر وثبات وفتح قريب وعزمين إن شاء الله على النصر